اشتركوا في القناة المهم القصيدة تقول بربك هل زرت نفوسة يوما فإن نفسي على نفوسة في لهب هل زرت عارين أسود مضوا وتركوا للأشبال مبدأ على طول الحقب المهم الحصير القصيدة طويلة هلبة وآخرها يقول وقرأوا تاريخكم الذين سيتموه فقد تجدون الحقيقة كقمر نصف رجب يعني نعود الخاتمة تقول وقرأوا تاريخكم الذين سيتموه ففيه تجدون الحقيقة كقمر نصف رجب السلسلة هذه اللي نتوقع منها توصل لمائة حلقة عن تاريخ جبل نفوسة على أن تتجاوز كل حلقة طبعا 15 دقيقة ويكون محورها الأساسي تاريخي يعني تاريخ نفوسة لكن مش بالطريقة المعتادة من الأول يعني تبدأ بالتاريخ من الأول تنتهي في طريقة كرونجية وبالله كانك مش مش مشارك في صفحتي دير سبسكرايب واضغط الجرس باش توصلك كل حلقة جديدة وما تنساش تدير لايك وكان خاطرك حط تعليق كويس وحن نختاره من المسجلين في صفحتي في يوتيوب فائز تكتمل فيه الشروط من تسجيل وضغط وجرس وتعليق ونعطوه هدية شهرية ترسل من مؤسسة توالت الثقافية تحفيز لكم باش تشاركوا إلى الإضافة إلى المعلومات التاريخية التي تلقوها هنا بالمجان التاريخ بالطريقة الكلاسيكية هي أنك تبدأ بتسلسل زمني من بداية حتى نهاية وتتكلم عليه يعني ارتفاع شعر أمم وسقوط أمم تانية لكن هذا النوع مل منه الناس مع أنه جزء مهم ولازم نتكلم عليه وهو طبعا متوفر في الكتب الكلاسيكية التاريخية اللي نبين ديرها هنا هو ما يسمى بالنكة التاريخية يعني ناخد جزئية من التاريخ ونوسع فيها الكلام بخصوص الجزئيات اللي ما يتكلم عليهم حد عرفت شنو ما الجزئيات هذو كان ينقوهم يعني حاصلاتك في الكتب يعني مرات المؤرخ يتكلم علي حاجة يعني ومن باب الوصف للقصة يذكر حاجات مش مهمة يعني الحشو هذاك اللي يصير في القصة هذاك اللي بنهتم به ليكون هو يعني موضوع بحثنا هو يكون المهم في البحث نفسه مثلا يعني عن أهالي لالوت يذكر البغطولي وهو من أقدم المؤرخين النفسيين يقولوا عليهم الثياب والبيض كأنهم أسراب كده المهم وهو يصف الخروج من حلقة من حلقات الذكر هو هنا يتكلم عن الورع والتقوى وحلقات الذكر لكن يمكن أن يستفاد في هذه النقطة من موضوع آخر وهو الثياب مثال تاني مثلا نتكلم عن الإمام إلياس والنهبوه وأمه كانوا على النصرانية مع أنه مش هي الموضوع الموضوع النصراني مش هو الموضوع في حد ذاته لكن هنا نقدر نستشف معلومة مهمة جدا وهي الدليل على وجود النصرانية إلى هذا التاريخ على الأقل وحتى التاريخ هذا وليس هذا طبعا كما يتسمي يقولوا هو مش مقصده هنا ويتحدث عن النصراني الأخين لكن أغلب المؤرخين المسلمين يقولوا أن الأمازيغ أسلموا على بكرة أبيهم منذ القرن الأول يعني هني بنديروا مع بعض بربشات هيك في كتب التاريخ ونتوسعوا في كل موضوع بروحه ومنستعجلوش غير قعمز خود لك فستق ولا سامين ساعة واستمع إلى الحلقات هذه زي ما قلت لكم ممكن توصوا حتى مئة حلقة وتبعوا الصفحة زي ما قلت لكم وحيكون عندنا التصور جميل جدا وتاريخي واضح سواء الجيد منها أو السيء معنا أو ضدنا في تاريخ لفا نفسها المهم فيها هلبة غيرها من اللي ذكرتها هذا من القصص والشواهد ستلاحظوا معي من خلال هذه السلسلة لتكلم عليه أدرار نينفوس به خلي قبل ما نبدأ أنصحح مفهوم ومش حيعجب ناس هلبة للأسف لكن هذه حقيقة لازم نقولوها من البداية وزي ما قلنا معنا ضدنا اللي هو بنقولوه جبل نفوسة جبل نفوسة ره ما هواش جبل جبل نفوسة ليس جبل بل هضبة بالتصانيف الحديثة للجبل يعني لو جينا بنشوف الجبل نفوسة بنحطوه على المقاييس والمعايير الحديثة ارتفاعه مفاتش 800 متر يعني هذا لا يجعل منه جبل 800 متر من سطح البحر في أقصى حد راهو فيه مستوية تنزل حتى 600 صحيح مرتفع لكنه لم يبلغ مساحة جبل تقنية يعني زي ما قلت يعني ولو كان تاريخيا الناس والجيران متاعنا وكنا يوصفونا بإجبالية عبر التاريخ يقولون نحن إجبالية يعني سكان الجبل وهذا على الفكرة بنجوه لنتكلموا عليه تسمية الساكنة نبدأ بالتسمية والرقعة التاريخية اللي مسمينها جدودنا نفوسة وشن هو جبل نفوسة وباس يتحدد وين تحديدها الجغرافي الجبل بنتكلم عليه كلمة جبلة بنتكلم عليها في حلقة بروحها فيما نتكلم عن الطبيعة الجيولوجية للجبل وهم المعادة المستخرجة منه وهم تكوناتها الصخرية وقداش عمره وكيف تكون بالأساس وهذا نوعدكم حيكون مشوق جدا للي يحبه حصص الجغرافية يا أخي في الحلقة هذيك بنجيب معلومات لأكثر من مائة سنة من حالة الطقس والتغيير المناخي والنباتي والآخره في الجبل فاستنوا الحلقة هذيك لكن خليتوا نتكلم عن نفوسة آدرر نينفوسة نزي ما نقوله فيه احنا بالأمازيغية هذا هو طبعا الاسم اللي ينعرف به الأمازيغ جبلهم احنا الأمازيغ عموما يقولوا للجبل آدرر نينفوسة ويعرف في كتب التاريخ والتاريخية بدون منازع وبدون أي نقاشات جانبية بجبل نفوسة اللي هو امتداد لجبل الأطلس وآخر إطلالة ليه يعني من جهة الشرق هو قدم الجبل في الشرق في منطقة النقازة في المنطقة المعروفة اليوم بقماطة غرب مدينة الخمزة الحالية وهو طبعا لشكل هلالة يدور دور الضائر على طرابلس وفي طبعا الشمال متاع الجبل المنطقة اللي فاصلة بين الجبل وطرابلس اللي تتسمى سهل الجفارة أو أزاغار وبمساحة طول في مرات 80 كيلو وهو يعتبر طبعا منبسط نفوسة تاريخي حتى منزينة صبراتة هذه المنطقة كلها تعتبر حقيقة نفوذ نفوسة تاريخيا وهذا بشهادة كل المؤرخين تقريبا بل صبراتة كانت ديما سوق لنفوسة وهذا بنجوه في وقت معين لما بنتكلموا عليه بنتكلموا عليه آخر أسرة كانت تملك مفتاح صبراتة أو سوق صبراتة من النفوسيين وهذا بندلول حلقة بروحها حتى هو بعدين المهم يحج جبل نفوسة من الجنوب ومساحة 80 كيلو تقريبا من الجنوب لحمادة أو تيب حيرين طبعا فيه طرق هل بتوصل يعني تقدر توصل بيهم من طرابلس للجبل أو من غدامس للجبل وغيرها وأحسن كتاب لهذا الموضوع لمعرفة الطرق تقريبا هو كتاب إبراهيم وسليمانا شماخي اللي هو إغاسرة دي بريدن دي درارني نفوس اللي تجاوز تقريبا الآن عمره كمرجع يعني المئة وثلاثين سنة المهم تاريخيا أقرب نقطة من طرابلس للجبل كان من جهة غريان وأبعدها من طرابلس للجبل هو نالوت أو لالوت لإسم التاريخي أوازن به نولو للإسم شوية يعني بسرعة نتكلم باش نبقى نخلي الحلقة قصيرة هلبة يعني الإسم اللي ذكرناه من بكري كله يخش في نطاق جبن نفوسي المنطقة هذه كلها تخش في نطاق جبن نفوسي التاريخي لكن لازم نقوله أن الإسم تقلص وتمدد على حسب الفترة الزمانية وعلى حسب المؤرخ اللي يكتب وطبعا لدروف تاريخية فمثلا نلقو جبن نفوسي عند الرحالة زي مثلا ابن حوقل هذا في القرن الرابع الهجري الإدريسي في القرن السادسي الهجري والحميري كذلك التاسع الهجري الثلاثة يقولوا طول الجبل ثلاثة مراحل المراحل يعني يقصدوا به ثلاثة أيام ماشي لكن في المقابل نلقو البكري في القرن الخامس الهجري وأبو الحسن المغربي والحموي وهذا الزوز الخيرين تقريبا في القرن السادس الهجري حتى هما يقولوا أن طول الجبل ستة مراحل يعني الضعف اللي قالوه شني لولين لكن علش هذا الاختلاف به كلمة نفوسة وإن كانت طبعا أقدم تسمي يعرف فيها الجبل جبل نفوسة وذكرها الأول المراحل المرخيين المسيقين يعني من غزوة عمر بن العاص وينه نلقوه يقول وفتح عمر بن العاص وكان أهله على النصارى لما تكلموا عن المدينة شروسة وينه وتكلموا لأخوانهم في صبراطة والقصة هذه معروفة واكتركوا من اللي قريح حتى شوية من التاريخ يعرف الحاجات هذه وهذا حنتكلموا عليه على الإسلام ودخوله إلى آخر جبل نفوسة وعلاقة المذهب دوق القصة هذه كلها ونلقوه في العهد الروماني كذلك الاسم موجود على فكرة رو مش قصدي فجأ هيك يطلع الاسم في العهد الإسلامي لم يتكلموا على أحد القادة الأمازيغ بإسم نفوسة حتى هو وثيقة المفاوضة مع الرومان وغيرها المهم جبل نفوسة في فترات عديدة يعني زي ما قلنا تكلموا عليه بالتحديد المناطق اللي تتسمى جبل نفوسة زي ما قلنا وانا مبكري بن حوقل والإدريسي والحمياري يقولوا الامتداد من وزن حتى الخمس ويمتد الخمس اللي قلنا قبل شوية حني النقاسة في جهة قماطة في غربي الخمس حول مدينة طرابس 500 تقريبا كيلو وحتى الحمس طبعا اللي يحصر فيها في المناطق الناطق الأمازيغية من وزن حتى يفرن وحتى القلعة وهذا حوالي أربعمائة كيلو كذلك واللي يحصر فيها لعند الزنتان اللي هي تغرمين تاريخيا حوالي 200 وكذا كيلو والعرض متاعها كلها كلها خمسة وعشرين كيلو بس هذا تعريف الجغرافيين لكن احنا حنوسع ونتكلموا على المسافة هادي لما نتكلموا على نفوسة تاريخية في كتب السير الإباضية احيانا يحددوا في جبن نفوسة بوزن حتى تغرمين بس يعني من وزن حتى الزنتان اليوم اللي نقولولها حتى اليوم احنا بالأمازيغية على فكرة أدزناتا ويخي في بعض الروايات تقسم جبن نفوسة لقسمين زي ما نلقوا عند البكري ومحمد بن يوسف الوراق يقول وشروس هي أم القرى كل قصور جبن يا وشروس هي أم قرى كل قصور جبن نفوسة في حين تقع جادو في وسط الأراضي التي تقيم فيها بني زمور وبني تارديت الذين يقيمون بمحاذاة نفوسة طبعا الحق يعني تاريخيا هذا الاسم يشملهم حتى الإدريسي اللي ذكرناه بكري يقول جبن نفوسة فيه مدينتين كلتاهم لها منبر اللي هي شروس وهي تقع على أراضي نفوسة بعد ذلك نتكار جادو يعني لو بنستجهد ونلقوا وزن، لالوت، كاباو، فصاتو، إيدركل، ويغو هذه اسمها التاريخية تين ونزيرف، ونزيرف، إيجيطال، آنر، توكيت، أدونات، شروس، تندميرا تين دوزيغ، تاملوشايت، تمسماس، تابرست، بغطورة قلت تابرست، وجميلة، وفرصطة، أظن ذكرت فرصطة، إباناين، كمزين، تغرويت، وروري، حتى هي مرساون، الرحبات الأخرية، ديجي، أو ديجي، حتى هي في النطق القديم، تملوشايت، كل هذه من منطقة تسمى أميناج يعني لما بنقسم نفوسة كانت تتقسم إلى منطقة أميناج التي تتسمى فيها قبيلة نفوسة التي ذكرها ابن الوراق، والمنطقة الثانية متع زمورة وغيرها، وهذا كلها تمتد حتى تغرمين أو عفوا، تغرمين، وجادو، إفاطمن، أبديلان، تواغي، تاصرار، إيدركل وغيرها من ضمن جبل نفوسة الشرقي في أراضي بني زمور وترديد طبعاً هذه التقسيمات تكون بالإضافة إلى جبل نفوسة، جبل ليفرن ليشمل للرياينة حتى حدود القلعة وككلة، وجبل غريان، وإن كان في أغلب المراحل التاريخية نجد نفوسة تشمل الجبل حتى غريان ونرى الفصل بينها وبين بقية جبل نفوسة ابتداء من القرن تقريباً التاسع الهيجي لهيكي بعد موجة التعريب اللي جدته تحول أهالي غريان للمذهب المالكي اللي كانوا يبغضيه هذا مش موضوعنا الآن لكن بنتكلم عليه لما نتكلم عليه الصراعات الدينية والمذهبية في حلقة حتى هي خاصة إذن هذا هو اللي بنقوله هذا هو الاسم التاريخي لجبل نفوسة أما التسمية بالجبل الغربي حتى لما كانت فيه تقسيمات يفرن وغريان ونفوسة لم يكن هذا الاسم له وجود إطلاقاً تسمية الجبل الغربي لا تعد تسمية أطلقها العثمانيون على جبل نفوسة ياخي حتى مش كل العثمانيين في العهد العثماني الثاني بعد الحرب والحملة العسكرية على مدن وقرى الجبل بمعونة بعض المدن السكان الدخلاء على الجبل بعد الثورة المعروفة وهذا سوف نعود له بالتفصيل طبعاً في وقته على فكرة اللي تحالفوا مع العثمانيين ضد جيرانهم هم اليوم يروجوا للتسمية بتاع الجبل الغربي وبعدين أنت أسأل نفسك سؤال بسيط جداً يعني منطقياً الطرابلس مثلاً مفهوم نقول لها طرابلس الغرب مع أنها مع عمرت سلمة طرابلس الغرب لكن مفهوم كونها مقارنة مع طرابلس الشرق لبنان به الجبل الغربي مقارنة بأي جبل شرقي هل يوجد جبل شرقي نقارنه فيه بالجبل الغربي يعني المهم يعني هذا هو العبث ومن الصعوبة بمكان أنك أنك أنت تدافع عن حقيقة تاريخية أرفع أي كتاب تاريخي تجد فيه كلمة جبل نفسه المهم شهد أن الاسم عاد إحياه القدافي بالرغم أن الإيطاليين والمرحلة الملكية تخلت عن التسمية العثمانية هادي اللي مليهاش أي سنة تاريخي وإن كان قد استعمالها بعض أجدادنا لازم الاعتراف كذلك وللإنصاف والتاريخ مرغبين من قبل العثمانيين يعني العثمانيين أرغبوا أهلنا يقولوا أنهم أحناف مثلاً فجدودنا كانوا من باب مسائرة العثمانيين يقولوا أننا أحناف ويقصدوا أنفسهم أحناف يعني على الحنافية يدين الإسلامي وطبع العثمانيين كان يفا مفاهة معناها المذهب الحنفي المهم صراعات دينية جايينها زي ما قلت في حلقة مستقبلية في التفصيل هني بنوقف باش الحلقة ما تطولش وتولي قصيرة لليوتيوب وكل حلقة بتكون تقريباً بنفس الطول لعندما نوصله لمائة حلقة مائة حلقة في تاريخ الجبل المختصر هذا دعونا نختم بالأبيات الشعرية اللي تقول خالي عبد الله بديرها يقول صباح الخير صباح النور ده نفوس يروح يقور يروح لاباس دسو دس نغرس فو ناس دس نيق أرويت طيفي طاس تهممت دودي دوزمور مازي غيولي لس منس إلت زيري دوسا تافد يماري آجي طال دبو منصور يلا نهاركم سعيد وما تنسوش تسجلوا في الحلقة واللي يسجلوا بدون أي شك واحد منهم حياخذ جائزة من جوائز مؤسسة والثقافية اللي بتتوزع شهرياً والشرط انك انت تدير سبسكرايب وتدير تضغط عليه الجرس وتدير تعليق وتدير لايك تنميرت ونتلاقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم